عودة العشرة صفحة الأهلي أهلا بكم مرة تانية طبعا لسه عندنا كلام كتير محتاجين نتكلم فيه عن النادي الأهلي وخصوصا بعد معسكره الأخير في النمسا وإلى أي درجة هذا الأمر كان فعلا من الأمور الجميلة اللي حصلت مؤخرا لأنه أفضل استعداد بالمعنى الحرفي للكلمة للموسم الجديد وكان معسكر ناجح بكل المقييس طبعا بنتمنى يعني التوفيق للنادي الأهلي في كل المنافسات اللي جاية سواء محليا أو قريا أو حتى عالميا ومن يتكلم على داوري وكاس وسوبر إفريقي ومصري وكاس العالم لأندية وطرات كلها الحقيقة مهمة جدا جدا بالنسبة لجماهير النادي الأهلي وإن شاء الله حيكون لنا برضو كلام حول هذه الملفات مع ضبطنا اللي منورنا في الجزء الأخير من حلقاتنا النهاردة الأستاذ رامي رجب أن نأخذ الرياضي صباح الفول يا أستاذ رامي صباح اليس كريم 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 أي منتخبة وأي فريق بيبدأ به معسكر قوي وبيبقى ناجح بيفرق بشكل كبير جدا وليه تأثيره الإيجابي على الموسم كله هل الكلام ده مبدئيا مقتنع به ولا لا ثانيا من وجهة نظر حضرتك وخبرتك النجاح اللي حصل للأهلي مع منتخب عفوا مع النمسا دلوقتي والمعسكر بتشوفوا نجاحات فيه كانت تجهيزات فيه وصل للأدئة طبعا هنا عقلات النادي الأهلي يعني لحظة بلحظة وكنا بنغطي كل اللي بيحدث من تدريبات وكواليس وداخل المعسكر وغيره حتى الفترات اللي كان فيها راحة أو غيره كنا بنعرضها للسادة المتابعين لكن في العموم من المتابعتك لهذا المعسكر بتشوف ده مؤشر جيد جدا ما حدث إن شاء الله يكون موسم قوي للنادي الأهلي ولا خصوصا كمان ده كانت فرصة كبيرة لقولر أنه هو يبدأ يحدد ويبدأ يقيم كل اللعيبة ويبدأ يعمل رؤية جديدة طبعا للموسم الجديد بالطبع طبعا خلينا نقول اللي بعد نهاية موسم تبدأ تستعد الموسم الجديد لابد أن يبقى فيه فأقلم فيه انسجام بتعود اللعيبة على اللي خلاص أنت بدأت مرحلة للجد معسكر نمسا كان معسكر ناجح جدا جدا نادي الأهلي وأعتقد ظهر حتى من الفيديوهات اللي ظهرت كده للعيبة الصور اللي كظهرت إن فيه سعادة كبيرة جدا على اللعيبة على الجهاز الفني طبيعي أن أنت بعد فترة راحة ما بين الموسم والموسم الآخر لازم أقلم اللعيبة ينسوا الفترات اللي فاتت دي ويبدأوا التركيز في موسم جديد أعتقد أن نادي الأهلي نجح بشكل كبير جدا كولر أشاد بالمعسكر اللعيبة أشاد بالمعسكر والتركيز الكامل عندك مباريات مهمة جدا جدا على نادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية تلاحهم ببطولات كتيرة جدا سواء بطول الدوري دوري أبطال أفريقيا سوبر أفريقي دوري أفريقي عندك كاس عالم للأندية لابد أن أنت تستعد للسعداد وتأقلم اللعيبة وتجهز اللعيبة فنيا وبدنيا وكان المعسكر ده أعتقد بنسبة كبيرة جدا كان نجح للنادي الأهلي آه الناس كتير بتقول ده النادي الأهلي لعب مباراة وديه واحد ولكن المعسكر بشكل عام اللي أنت تجمع اللعيبة في بلد بعيدة في بلد أوروبية أن نتأقلم اللعيبة أن نتجهز اللعيبة فنيا أن اللعيبة تبقى مركزة أن تبقى كل حياتها لتدريب بس المعسكر نمسته كمان يعني كل تركيز اللعيبة في المعسكر المغلق ده بيبقى للتدريب والتركيز ولو فيه حاجة بالنسبة للكورور كمان مع اللعيبة الجديدة عاوزي أقلم اللعيبة القديمة مع اللعيبة الجديدة اللي الدم ضموهم طبعا إمام عشور والردى سليم واللعيبة دي لابد نتأقلم بمعسكر خارجي وبعض العودة كمان من الراحة يعني بيبقى في بعض اللعيبة وزنها زايد واللياقة ليست الأفضل فبتبقى فرصة أن انت زي ما حدرتك قلت العبرة مش بس بيعني عدد الوديات اللي أنا بلعبها لا هي قصة كمان اللي علاقة باللايف ستايل اللي أنا برجعه تاني واللياقة اللي برجعها مرة تاني والنقطة اللي هدك برضو ذكرتها ناس كتير يعني وقفت عندها فيما يتعلق بانعكسات وجود الفريق السكوادر النادي الأهلي في معسكر زي اللي شفناه في النمسا هي حتة الانسجام والاندماج ما بين العناصر الجديدة ما بيقى يعني سواء العناصر اللي أضيفت مؤخرا اللي تم تطعيم الفريق بيهم زي رضا سليم طبعا وإمام عشور أو العناصر العائدة أو العناصر المساعدة كل دي كانت يعني في فرصة رائعة لدمجهم مع يعني خدامة اللعيبة في النادي الأهلي طبعا لو انت عامل معسكر داخلي أو معسكر أو تدريبات عادية اللعيب بيروح ما بقاش تكل تركيز ولكن ميزة هذه المعسكرات اللي انت بأكل وشرب وكل حاجة وعيشة والناس كلها بتقرب من بعضها اللعيبة الجديدة مع اللعيبة القديمة مع كولر بيبقى عاوز ينفس خطط جديدة عاوز يشوف اللعيبة دي مركزة ازاي فدي كلها أمور اعتقد إيجابية جدا جدا معذكر النادي في النمسا واعتقد ان شاء الله يعني النادي الأهلي بإذن الله يعني أمامه أول ماتش في الصبر الأفريقي مباراة مهمة جدا جدا وحنا أكيد هنتكلم فيها ولكن بشكل عام وعسكر نجح جدا جدا نتكلم فيها طبعا هي مباراة لو تكلمنا عن اتحاد العاصمة هو مش من الانديال الكبيرة في الجزائر محتل المركز الاثناشا في الموصل الماضي الفروق الفنية فيه فروق فنية كتيرة جدا بالنسبة لنادي الأهلي فارق فنيا المشكلة اللي بتقابل نادي الأهلي هي مشكلة نفس اللي بتقابل الاتحاد العاصمة أن الدوري لم ينطلق سواء في مصر أو في الجزائر فعشان تجاهز اللعب أنا كنت أتمنى طبعا أن الموسم بتاعنا يبدأ بدري شوية أن أنت تجاهز اللعب فنيا وبدانيا أعتقد المتشاط الرسمية بتبقى مهمة جدا جدا لو الموسم بدأ بدري شوية كان حيفوتك معسكر زي بتاع النمسا ما كانت حابق بس المتشاط الاحتكالات الرسمية بتختلف عن المتشاط الودية مهما تلعب اللعيب مباراة وعشان كده بتلاقي فيه لعيب كتير جدا يعني بيلعب ومتشاط الودية بتقلق فيها بيجي في المباراة الرسمية ما بيتقلقش فالمهم عشان تقدر تحكم على لعيب أو تأقلومه مع فريق المهم المتشاط الرسمية هي اللي بتديه الحساسات المباراة هي اللي بتديه الضغوط الجمائرية هي اللي بتديه الحاجات كتير جدا تخلق حمية جود طبعا ويتجهزه فنيا وبدانيا يعني خلينا نقول المتشاط الودية عمر برضو بتساعد جزء ان انت بتساعد لعيب ان انت تجهزه فنيا وبدانيا ولكن المتشاط الرسمية هي الاهم سواء بقى لعيب احتكاجات افريقية سواء احتكاجات محلية سواء متشاط مع المنتخب فالمشكلة اللي كانت بتقابلنا احنا كالنادي الاهلي هي مشكلة برضو في الجزائر ان الدوري حتى الان لم ينطلق في الجزائر وهيبدأ يوم 15 فدي ميزة برضو بالنسبة لك الفرقة اللي انت تقابلها برضو مجهزة فنيا أو محلية منخزت مبارات رسمية فاني ولكن الفرق الفنية بالنسبة لنادي الاهلي فرق فنية كبيرة جدا في فرق كبير جدا ما بين النادي الاهن والتحاد pouch ان احترام الطبع النادي العاصمة اسم كبير ولكن اعتقد النادي الاهلي مهم بالنسبة له البطولة دي قوي مهم لانت تبدأ موسم وانت احرصت بطولة دي هتديك حافز معاناوي كبير جدا جدا للعيب اعتقد ما تبدأ الموسم وانت تحصل على بطولة هتفرق معاك في باقي المشارات الفترة اللي جاي هو ليه دايما بيتقال خصوصا أو دي مش هقول دايما بس هي حاجة معروفة أن حتى مش بس عن نادي الأهلي في بعض حتى منتخب خلينا أقول لما بيلعب وديات قوية ده مش مؤشر أبدا للأداء في أول مباراة رسمية وده أنا نفسي مش فهمها يعني كتير حصل على مدار السنوات الماضية خاصة كمال من المنتخب بيلعب وديات كويسة جدا وتخش تقول الموسم ده خلاص المنتخب بتاعنا يعني هيكسر الدنيا لكن الواقع بيحصل مثلا أو المباراة بيحصل عكس ده تماما حتى لو كان مع منتخب آخر أقل بكتير في المستوى ده بتفسروا بإيه لأن اللاعب المهم أو اللاعب الانتظاري تحكم عليه تحكم عليه في المتشاط الرسمية فيه لعيبة كتير جدا بتقدم مستوىات رائعة في المتشاط الودية بعكس المباراة الرسمية المباراة الرسمية محتاجة لعيب عنده موصفات خاصة يتحمل ضغوط الجماهير إزاي يقدر يكون جاهز فنيا وبدانيا للمباراة الصعبة دي المباراة الودية بالنسبة له ممكن يكون الضغوط النفسية مش عالي كبيرة جدا فبيقدر يظهر إمكانيات ولكن اللاعب اما بتعرض لضغوط نفسية وضغوط جماهيرية وخاصة لو ماتشاط كبيرة سواء بقى في نهايات في ماتشاط حاسمة بتظهر بقى معدن اللعيب هل يقدر عشان كده هتلاقي ليه فيه لعيبة كتير كمان وبالعكس على فكرة فيه لعيبة كتير في الماتشاط العادية ما بيظهروش في الماتشاط الرسمية أو الماتشاط الكبيرة بيظهر بشكل كويس جدا يعني العكس فعلا صحيح هتلاقي محمد شريف في ماتشاط القمة مؤعظم أهدف هتلاقي أهدف كتير في محاطة حقا يعني في النزل وحسين الشحاية عنده نفس الشحاية فيه لعيبة كتير جدا لانما بتلاقي الماتشاط عليهم ضغوط كبيرة جدا وعندهم يعني الماتش حاسم بيظهروا وعلى العكس فيه لعيبة كتير بتلاقيها بتلعب في الماتشاط العادية بيظهر بشكل كويس ولكن يجي في الماتشاط الرسمية أو الماتشاط الحاسمة ما بيقدمش نفسه تعرف شوية جات في بالي المقارن بين موزيع الهواء وموزيع التسجيل يعني فعل موزيع الهواء يديك أفضل ما عنده على الهواء لكن لو سجل ممكن يتلخبط فرق الخبرات الخبرات اللي بتفرق في حاجات زيادية خبرات اللي بتفرق في الماتشاط دي وعشان كده النادي الأهلي معظم لعيبة النادي الأهلي يعني بيبقى عندهم الخبرات دي وما فيش حد يلعب في النادي الأهلي أو يستمر في النادي الأهلي لسنوات طويلة اللي لما يكون عنده لعيب عنده المصفات الخاصة اللي هو لعيب منتخب يعني لعيب الأهلي دايما هو احنا بنقول لعيب منتخب اللي بيلعب في النادي الأهلي بيبقى فرصته قريبة جدا لأنه يتواجد في المنتخب ليه طالما تواجد في النادي الأولاع بسنوات طويلة وقدر يتحمل الضغوط فالطبيعي جدا والتاريخ اللي بيقول كده بلغة الأرقام كمان فأعداد يعني معظمهم بيكون من النادي الأهل بالمناسبة احنا عندنا بطورات كتير الأهلي حيتارك فيها إن شاء الله مع بداية الموسم الجديد وعايزين ننتقل كده من بطورة لأخرى تعالي نقف شوية عند رؤيتك لأرعى كاس العالم للأندية ورؤيتك لمشوار النادي الأهلي إن شاء الله في النسخة القادمة من هذا المنبيل ستبقى وصل فيه في رأيك النادي الأهلي هو موثل كرة المصري في موندي الأهلي خلاص يعني بقى رايح جاي يعني آخر أربع سنوات بيشارك في كاس العالم للأندية فهذه فرصة طيبة جدا النادي الأهلي أعتقد ميزة كمان البطولة دي أنها تقام في السعودية ودائما الشعوب العربية تلاقي ماتشاط الأهلي أو بطولة في قطر هي كبيرة جدا جدا لو لعبت النادي الأهلي بيحبوا حضور الجامعين فأعتقد الميزة بتاعة البطولة دي أو النسخة دي هتقام في السعودية فأهو أنت ممكن يعني في طريقة بتاحت جدة لو قدر يفوس في الموراق ولكن في النهاية أنت بتعيش الأجواء عربية ده المصريين هناك أكتر من السعوديين ده قد كده هتلاقي دعم جامعيني غير محدود بالنسبة لأ هو بيقول لك بسا أنت زاكرة بتادي تخلص وإحنا أكلمنا في الإنترو عن أسعارها من 100 ريال لألف ريال الأسعار يعني أعتقد في المتناولة في المتشاط له نتلاقي في الطائف أنا حضرت أنا في البطولة العربية الأخيرة في البطولة العربية الأخيرة كنت موجود فيها حضرت فيها البطولة اللي قيمت في الطائف حضرت فيها الملعب جميل جدا ملعب الطائف ولكن صغير عشان كده الأعداد يأخذ 20 ألف متفارج فده عدد أوليل جدا أعتقد أنه هيحضر هناك حلوين رجوعا للنقطة اللي كانت بيها ناوان دي ما حدك من شوية وهنا هو سؤال ده حساس لأن الموضوع نفسه حساس حبتين هل في رأيك عدم انتقال وعدم رضوخ محمد صلاح للإغراءات الفضيعة اللي كانت معروضة عليه من قبل نادي اتحاد جدة واللي نتج عنه أن اتغيرت النبرة في الفترة الأخيرة من بعض الإعلاميين وحتى من بعض جماهير الاتحاد جدة لما بيجوا يكلموا عن محمد صلاح نبرة الكلام ومحتوى اختلفت في الفترة الأخيرة وبقى هنا بنشوف وبنسمع وبنقرأ تعليقات وبوستات كلها ماشية بسكة مش فرقة معنا كتير وبعدين هو هيروح ايه او هيبقى ايه محمد صلاح جنب نيمار وكريستيانو رونالد وكريم بنزيمة اللهجة تغيرت وبقى فيها يعني ايه شيء من ال فيه غصة كده فدي ممكن تعكر صف والعلاقات الطيبة الكلاسيكية بين يجوا مهورين المصري والسر خالص خالص على فكرة انكن البعض الاعلامين او قرجوا الى حد ما بيهجموا فيها محمد صلاح يعني هما كان نفسهم محمد صلاح بتواجد محمد صلاح العيد كبير جدا واعتقد نفس اكيد النبرة دي هتضاير لو محمد صلاح هيروح السعودية اكيد محمد صلاح نجم كبير جدا وكان يعني كل الامور مصخرة لمحمد صلاح يروح كل الامكانات المادية كان معرضا على محمد صلاح ولكن في النهاية محمد صلاح هو صاحب القرار في الاو في الاخر يعني هو صاحب القرار هو اللي شايف ده ما بيقللش خالص ده بالعكس القرى السعودية يعني تطورت بشكل كبير جدا الدوري السعودي واحد اصبح ان اقوى الدوريات هنقول يعني في العالم بدأ دلوقتي نجوم كبيرة زي كريم بنزيمة ونمر واسماء كتيرة جدا جدا ويعني اسماء غير يعني اسماء عالمية ولكن في النهاية ده عمره ما يعكر الصف بالعكس العلاقات حتى العلاقات علاقات كبيرة جدا ما بين مصر والسعودية وما فيش ادنى مشكلة خالص ولكن هي الغيرة او الناس اللي هجبت محمد صلاح هجمته عشان كانت زعلانة كان نفسها تشوف محمد صلاح عشان عارفة ايمة محمد صلاح سواء عالميا فمحمد صلاح اكيد هو مستهدف بالنسبة لهم على فكرة يعني مش معناها انتقفلت الصفحة دي بالنسبة لحمد صلاح بسه انهم مش انتقل لها في موسم كتير محمد صلاح على فكرة يعني كان بيفكر يعني محمد صلاح لو قرر رفض العرض من البداية كان اعلى رفضه وكان خلاص الامر اتقفلت ولكن كان في رغبة ولكن كان بيفكر الامر موصلتش للتفاهم محمد صلاح تراجع في الفترة الاخيرة شاف انه فرصته ممكن بعد كده يروح السعودية شاف انه عنده حلم لسه عاوز حقه وده محدش يقدر يلومه عليه بالمناسبة يعني كل واحد بيدور على مصلحه ده قراره محمد صلاح دايما هو مركز معاها رامو عباس وكيله بيفكروا هم بيشوفوا الصحة ايه بالنسبة لهم بيعملوه وده مش معناه بيقلل من الدور السعودي او مقيم الدور ده بالعكس دور السعودي زي ما اقولك كده بات من اهم الدورات اللي موجودة في العالم بسبب النجوم الاخيرة اللي يعني تواجدت وده لسه في طريقهم ليه لسه في كتير يعني احنا نشوف اعتقد خلال سنتين ثلاثة احنا نلاقي نجوم كبير جدا في العالم خلاص يعني الدور السعودي اكيناك انت بتفرج على الدور الانجليزي خلال الفترات عملوا عملوا كوميكس على علاقة صلاح وكيله عماله رامي عباس وقال لك انما كانوا حطين صورته وقال لك ان نفسي حد ينظم حياتي زي رامي عباس بينظم حيات محمد صلاح محتاجين حد كده محمد رامي عباس من الوع والأأbs اللعبين fictionalين جدا 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 ما فيش قرار بيتاخذ محمد صلاح الا بعد اما يعني يعني يرجع على رامي عباس ورامي عباس مركز قوي 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 رامي يعني بعيد عن الألام мир ARM داخلي عالم خارجي عالم اوروبي هو مركز مع محمد صلاح عنده خبرات كبيره جدا وده سبب من ضمن الاسباب اللي ناجحة محمد صلاح محمد صلاح لو ارامي معد صلاح لافسه محنو يا لا لا خلي بإليك هو لو التفكير مش ماشي مع محمد صلاح مش يعني مش يتسمره مع بعض. إنما النجاحات اللي حققت بمحمد صلاح بسببها طبعا تفكير محمد صلاح تركيزه عنده هدف عاوز حقاوه واللي مساعده في كده إنه هو عنده وكيل لعبين ناجح جدا جدا بيقدر حتى لو فيه مشكلة كبيرة أو حتى لو فيه حاجة بيقدر يحلها وبيقدر يفكر فيها. فبالتالي الأمور وصلت لمحمد صلاح إنه هو أصبح وبقى واحد من أفضل نجوم العالم وبالتالي رمع عباس برضو السبب النجاحات اللي بيحققها محمد صلاح. طيب هنتكلم عن قرعة كاس العالم بقى للأنديه لأنه إحنا عندنا فيها كلام كتير جدا وبتشوف أصلا يعني شفتها إزاي بمبدأي نخينا نبدأ من هنا شفت القرعة إزاي هل هي المصلحتنا ولا. لا هو الطريق بالنسبة لنا صعب شوية. هو كل سنة كده كل سنة هو ليه كده يعني ما فيش سنة القرعة يعني كانت فعلا بتخدمنا طول ما هتلعبي هتلعبي في مشاركات دولية أكيد الفرق. طول ما أنت عالمي. طيب هتقابل أنديه هتبقى مشوار صعب يعني أنت ما تشاركي في دوري المحلي غير ما بتشاركي في كاس الأمة الأفريقية غير ما بتشاركي في كاس العالم الأندية. فطبيعي إن مشوار في كاس العالم الأندية أكيد هيبقى مشوار صعب أكيد الفرق يعني القرعة نقدر نقول ما خدمتش أوي النازل. ما خدمتش بس ولكن إحنا السقاطنا دائما. بس هي جنبتنا برضو تقايد أو رحلت لقاءنا معها تقايد يعني ناس كتير أو فرحت من فكرة إن إحنا الحمد لله لقاءنا مؤجل وإن شاء الله يحصل بس في الفاينال مع منشاس سيتي. طبعا يعني خلينا نقول كده كده إحنا بنشاركي في كاس العالم وعندنا ثقة كبيرة جداً في اللعيب وعندها خبرات كبيرة واعتقد المشوار النادي الأهلي في كاس العالم الأندية يعني النادي الأهلي بقى أصبح علامة في كاس العالم الأندية يعني دلوقتي مينفعش كاس العالم الأندية والأهلي مش موجود فيه. أول الله يعني دايما تلاقي النادي الأهل والحمد لله النادي الأهل مشرفنا حتى في النسخ اللي بلعب فيها بيقدر يقدر يقدم مساوات رائعة اللعبة بقى عندها خبرات اكتسبت الخبرات الخبرات دي على فكرة بتيجي من السنين يعني حتى لو أنت ممكن تبقى فريق كويس جدا بس أول مشاركة لك فأنت مش عندك الخبرات الضغوط الجمهورية الضغط تقدر تتعامل مع المماشرات معك مدرب كمان كلر واحد من أهم المدربين الموجودين دلوقتي يعني الرجل مدرب يتميز أنه عنده تدورة حتى في التشكيلة الأساسية دلوقتي أنت مش عارف ممكن عندك 80% أو 70% تقدر طول التشكيلة بتاعت النادي الأهل بكرة هتبدأ بي أو 60% وبالمناسبة التوجهات ونحية التشكيل ممكن تتغير في الفترة اللي جاية تبقى للمستجدات اللي معافل سكواد والناس اللي جديدين ده أكيد ده أكيد ولازم أن يتغير على أساس أن أنت فيه تعقودات جديدة موجودة فيه لعيبة رجعت لك زي صلاح محسن صلاح محسن واحد من أهم اللعيبة اللي أنا شايفه من أهم اللعيبة رؤوس الحربة اللي موجودين في النادي الأهل لعندك لعيبة ومستجدات جديدة موجودة في الفريق فدي كلها عوامل أكيد وفي النهاية كولر هو اللي بختار التشكيلة الأمثل ولكن عوضنا كولر دايماً أنتلاقي فيه لعيب بعيد عن التشكيلة الأساسية بيشارك وبيشارك بشكل أساس وده النقطة المهمة اللي احنا ممكن نتكلم فيها برضو يا سكريم أنت عندك موسم مضغوط جداً 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 ولازم لازم عشان تقدر تتغلب أو تتغلب عن المشكلة دي في الفترة اللي جاية اللي يبقى فيه تدور ما بين جميع اللعيبة اللعيبة اللي موجودة مش هتقدر تستمر بتشكيل أساسية دكة البودلاء دي لازم تكون أهم من اللعبة الأساسية كولر أو النادي الأهلي مش هيقدر يدخل ويشارك في المتشاط الأفريقية دوري أفريقيا أو دوري أبطال أفريقيا ولعيبة مع المنتخبات العيبة دولية هتلعب مع المنتخبات تلعب عندك بطولة أفريقيا عندك مشاركات أفريقية عندك تصفات كاس عالم دي كلها لعيبة هتتأثر وهيبق عليها ضغوط كبيرة جداً 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 فكولر يحل المشكلة دي إزاي إن يكون عندك ديكة بدلاء جاهزة فنياً وبدنياً تقدر في أي وقت لو تصاب خلي بالك لعيبة كتير يعني ربنا يعيب عليها الإصابات ولكن مع ضغوط المنتخبات دي مع الاحتجاجات الكتيرة مع المنتخبات التقيلة هتعرض كتير جداً لعيبة الإصابات ودوارد لإحتجاجات أنت ما تلعب مثلاً في أفريقيا في الصبر أفريقي دور أفريقيا حتى بدور المحلي دور المحلي ضغوط يعني أنا شايفه كمان أنت الدور المحلي هيبقى مضغوط جداً النادي الأهلي ممكن يلعب كل 48 ساعة مباراة عشان يقدر عشان يقدر يلعب مؤجلاته لأنه دي الأهلي هتأجيله مع شد كتير الفترة اللي جاي بسبب مشاركته يعني هنرجع الجوائي اللي جايين نقول نفس الكلام اللي كنا منقوله آه 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 يجباً آه 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 الأهلي بيتأجيله من الأهلي طبيعي يا جماعة أنه يلعب في دور أبطاء أو يشارك في بطولة مهمة أو بيشارك في صبر أفريقيا أو لعيته في المنتخب آه مثلاً يعني عشان نقدر نحل المشكلة دي كولر لازم وهو أكيد متأكد من كده. الرجل بيحسب عنده شايف عارف إيه مشاركاته إيه. هيلعب كم متشوائي. أنا لحى حسبتها كده. لو الأهل يقدر يوصل في مشاركاته اللي هيعبها في سنة الموسم الجديد ده. هتلاقي حوالي ما يقرب من ستين مباراة. ما يقرب من ستين مباراة. يعني دوري محل بقى دوري أبطال أفريقيا. مشاركات كاس عالم. لو قدر يوصل لناهيات في كل البطولات دي. هتلعب أكتر من ستين مباراة. ستين مباراة. يعني الموضوع بالنسبة لك يبقى صعب جدا جدا جدا. ولابد أن كولر أكيد هو عارف عنده خبرات كبيرة جدا. رجل مدير فني. وحق إنجازات كبيرة مع النادي الأهلي. فعنده الخبرات الكبيرة اللي يقدر يتعامل مع الأمر ده. إنه هو يجهز جميع اللاعبين فنيا وبدنيا. وما يعتمدش على تشكيله بس. يعني كانت مشكلة موسماني مع النادي الأهلي. إنه كان يعتمد على مجموعة من اللاعب. حوالي 14 أو 15 لعيب. الباقي يعني ممكن يدخل اللاعب في بعض المطشات ويخرج. ولكن كان يعتمد على اللاعب الأساسية. فده هتلاقي كتير جدا نتعرض للإصابات في الموسم مع موسماني. وهتلاقي فيه ناس كتير بعدد عن مستوى الفني. ولكن عند ميزة كولر إنه هو بيدي الفرصة لجميع اللاعبين. عارف جميع الإمكانات. وعنده ميزة كمان إنه التعقدات الجديدة أو أي حاجة بتيجي النادي الأهلي بتيجي من خلاله هو. فهو اللي مختار. فعارف إمكانات اللاعب الإحتاجات اللاعبة اللي هيتضموا لهم إيه. ومحتاج إيه في المراكز ومحتاج كم لعيه. فالذات طبيعي يعني مع المدير الفني عادة هو اللي بيبقى شيء. لا. دي ميزة بالنسبة له. لا. بعكس لو أنت بدأ موسم مع مدرب جديد. فبيبدأ موسم جديد مع فريق ما بيبقاش عنده خلفية. موجود اللاعبة اللي موجودة عندهم. بيكمل بيهم وبعديني. زي ما حصل مع موسماني. ولكن كولر الميزة أن أنت بتبقى مدرب مستمر معاك من الموسم اللي فات. أنه هو بيقدر يختار جميع اللاعب اللي هشد اللي احتاج لها. بيكون على دراية طبعا. على دراية ومحتاج إيه. وهو اللي محتاج المراكز. وبالتالي النادي الأهلي بيلبي له كل الطلبات. فدي ميزة مهمة. ولكن أتمنى طبعا زي ما قلت كده. أن كولر يقدر يجهز اللاعبين فنيا المشوار. أعتقد بالنسبة لنادي الأهلي أكتر مشوار أو أكتر دوري أو أكتر ضغوط في مورات. أعتقد هذا الموسم بالنسبة لنادي الأهلي. سواء بقى لعيبة دولية في منتخبات أو اللاعبة المحلية أو المشاركات الأفريقية. جميل. نخش تاني على كاس العالم الأندل. لأن بصراحة أنا نفسي وأشعر. شافعين متفاقل عشرين وعشرين الكورة واللاي بجد من نادي الأهلي. أشعر أن وعلى فكرة مش عمل الواحد فيه كمان ناس كتيرة كانت تكلمت في هذا الموضوع. فكرة المشاركات المستمرة. زي ما احنا بنتكلم نادي الأهلي في كاس العالم الأندية. وفكرة برضو أن القرى وإن كانت ليست الأفضل. لكنها فعلا جنبتنا شوية أو أخرت شوية المواجهات الكبرى. تكلم عن أوكلان سيتي. بعد كده الاتحاد. أعتقد ماتش الاتحاد ممكن يبقى أقوى من أوكلان سيتي بشكل كبير جدا. حضرتك ليك رأي تاني. يعني لو عدينا أوكلان سيتي والاتحاد كده يبقى احنا عملنا شوط كبير جدا. الاتحاد جدا. أنا بالنسبة لي هيكون أصعب مباراة لنادي الأهلي في كاس العالم الأندية. يعني هتبقى أصعب مباراة بالنسبة لنادي الأهلي في كاس العالم الأندية. طبعا لأسباب كتيرة. أسباب أن أولا طبعا الكاس العالم الأندية بيقوم في السعودية. هيبقى فيه حضور جمهير جدا للاتحاد جدا. أنا أتحاد جدا من الأندية كبيرة جدا. يعني أنا شفت ده في البطولة العربية عنده جمهارية كبيرة زي نادي الهلال من الجمهير الناس كتير جدا. أنا كنت حتى في فندق اتحاد جدا في البطولة العربية. دايما حتى وأنا خارج كده من بره الفندق كل كنت أنا موجود في نفس الفندق اتحاد جدا. بتلاقي كمية جمهير كبيرة جدا قدام الفندق. بيأزروا بيصندوا اتحاد جدا بشكل حناخد جمهيرنا ونروح. انا امه طبيعي. 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 ايه تاني؟ النجوم اللي موجودة في اتحاد جدا. كريم بنزيم عندهم كمية من النجوم طبعا. الصفقات الجديدة. الصفقات الجديدة. دي هتدي السقل كبير جدا 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 جدا. لناد الاتحاد جدا. فكرة ان هم بيلعبوا في أرضهم وفي ملعبهم وفي وسط جمهور. لا انا فهموا ان الموتش هتلاعب في السادة الجوهرة. وده لو انا مش غلطان. ده الملعب الرئيسي لاتحاد جدا ولان غلطان. انا ما عنديش معلومة بالضبط هتلاعب فين. بس ولكن سوف نقول الاحوال اي ان كان الاساد فهو في ارضهم. في ارضهم وعلى يعني اكيد ده يبقى في حضور جمهور كبير جدا 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 لاتحاد جدا. دي كلها دي يعني الملوء اللي بتصعب المهمة عن نادي الاهلي. ولكن النادي الاهلي في المتشاط التقيلة دي بيقدر يظهر معدن. بيقدر اه خلينا نقول كل المتشاط صعبة. ولكن انا موجود نظرا اتحاد جدا هتكون اصعب. هتبقى اصعب مباراة عن نادي الاهلي. خلينا نقف شوي عند الجماهير تحديدا انه برضو اتقال والله واعلم مدى صحة هذا الكلام ان كان فيه مطالبات بان هما يعلوا سعر التذاكر للمباراة اللي هتجمع بين الاهلي والاتحاد جدا. يعني كان محاولة لتقديل من عدد جماهير الاهلي. مش عارب. لا 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 خلينا اقول في الاول في الاخر حتى لو انت عاليت سعر الحاجة وفيه جماهير النادي الاهلي هتروح هتروح. يعني ما فيش حاجة لانت انت تقدر تتعلم على جماهير النادي الاهلي. ده لازم تستلف عشان تروح الاهلي العالم كله. ما اعتقدش حاجة زي كده. وبعدين بغضل نظرا اي حاجة هي مباراة. يعني هي مباراة مش هتقدر انت عاوز تصعب على الجماهير الجماهير كده كده هتروح. يعني حتى في مصر هنا حتى لو الواحد يعني ممكن تلاقي شاب صغير عاوز يحضر ماشي للاهله. بيعمل اي حاجة عشاني بروح ال ماشيڤاه. فما بتوقفش قدامهم حاجات زي دي خالص. وهي في الاول في الاخر هي مباراة كبرق قدم في النهاية. في مباراة سواء النادي الاهلي او اتحاد جدة هي هيبقى عرص قاربي عربي ما بين ناديين كبار. سواء النادي اتحاد جدة بجماهير العريضة او النادي الاهلي بجماهير العريضة هتبقى مباراة هض realize weEEP pegه عارص ومانستي بقى لماذا نتكلم عنه دلوقتي خليها بعدين كده كده النادي الآلي حتى تلاقي جهاز الفني بيفكر في كل خطوة خطوة يعني حتى ما تلاقي اللعبة نفسها ما يجي كولر يتكلم معهم مش هتكلم في أي حاجة إلا كل مباراة وده الصح انت خليك التركيزك في مباراة تتعدي المباراة دي تدخل على المباراة اللي بعدين ده احنا ملوك قلب الصفحة أستاذ الهلوية كل لغة بنائلة بالصفحة النادي الآلي مفكرش بالخطوة إلا ما يخلص الخطوة الأولى وبعد كده خطوة الثانية وخطوة الثالثة وده ميزة النادي الآلي يعني حتى في بوطولاته مركز في كل حاجة بيقفل حتى بيلعب ماتش دوري وعنده ماتش أفريقيا بكرة بيقفل صفحة الدوري حتى لو خسرت بيقفل صفحاتها بحلوة بمره يبدأ يتركز في أفريقيا فبالتالي النادي الآلي عشان كده يدري حق الإنجازات اللي حقق النادي الآلي دي لتقال السنوات الأخيرة إن شاء الله يحافظ عليها إن شاء الله بإذن دعمنا لنادي الآلي ومسامدتنا لنادي الآلي موسم يكون رائع وأكثر من رائع متفقلين جدا بنادي الآلي متفقلين بمنتخب مصر ومن منتخب الألمبي رب إن شاء الله يكونوا عند حص نضان الجماهير المصرية في العمومة شكرا جدا أنا وكريمة أكيد أستاذ رامي نورتنا كالعادة يعني شكرا سيدين دورت الدنيا ساعدنا بوجود حضرتك معانا وحمد الله على السلام عاود أحمد دورت الدنيا وأكيد شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا كل مكان على حسن المتابعة إن شاء الله نشوفكم على خير بكرة يوم جديد وحلقة جديدة وعشر صفحة في الأهلي صباح لفت